اشتركوا في القناة او اعداده على عجل بل حظي بحوار وطنيا اجرته اللجنة النيابية المشتركة من الادارة او من الادارية والقانونية في مختلف محافظات المملكة بالاطلاع على توصيات وملاحظات المواطنين حيال القانون وقال حماد ان الفكرة طرحت في العام 93 ثم تجددت عام 2005 ومنذ سنوات قليلة ماضية بدأت الفكرة تنضج لأهميتها والحاجة اليها بتحديد المحافظات لأولوياتها بصفتها الأقدرة على وضع تصور واضح لها وآلية سليمة لتطبيقها من جهته قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان قانون لا مركزي لا يحمل اي صفة تغول للمحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة لافتا الى ان المخاوفة التي اطرحها البعض حيال القانون مشروعة وهي تفضي في النهاية الى اقرار قانون عصري يعزز من فكرة اللامركزية وتطبيقها على وجه صحيح بدوره قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عاطية ان قانون اللامركزية هو قانون اصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة الى الامام نحو فكرة الحكومات المحلية وهو قانون سيغير من وجه الدولة الاردنية خاصة من الناحية الادارية واكد عطيان القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الاطراف وسيؤدي الى تعزيز الحياة البرلمانية تحدي يواجه هذا القانون انه احنا بكل محافظة نجد انه احنا وضعنا استراتيجي قبل شهرين تقريبا او شهرين الا مع وزر التخطيط ومع معظم الوزرات وعرفنا ماذا نحتاج للكفاءات التي ستكون مكلفة لتنفيذ هذا القانون وبدأنا مع معالي وزير التخطيط برنامج اليوم برنامجه في جرش وعجلون امس كان بالمفرق اول امس كان في مادبة وضعنا في كل محافظة مدرية للتنمية البلديات بقيت كمدن تدير شؤونها واولوياتها وخططها لكن يجب ان تكون مطلع عليها مجلس المحافظة مشان ما يصيرش دوبليكيشن او هدر فقط البلدية مؤسسة اهلية مسؤولة عن جميع الخدمات قانون البلديات الجديد اعاد جزء كبير من صلاحيات قانون 29 لعام 55 او فتح المجال لاعادته هناك اختلاف واضح كان بين المشاركين حول الصلاحيات واهمية الصلاحيات ومدى هذه الصلاحيات هذا الاختلاف ناتج حقيقة عن امرين اساسيين الامر الاول ان هناك البعض لم يطلع حقيقة على تفاصيل القانون والبعض الاخر يرى ان هناك حاجة للمزيد من الصلاحيات في هذا الوقت ونحن كجهة تنظيمية كفريق راصد وجمعية الشفافية لهذا اللقاء نرى بان نكون بالتدريج لتطبيق اللامركزية وحجم الصلاحيات الممنوحة في هذه المرحلة هو حجم مناسب للمرحلة الاولى والانطلاق نحو تطبيق اللامركز